أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح أسيسي والذي يكلف دوما بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الهام ومؤكبة أحدث التكنولوجيات المتوفرة في هذا القطاع على المستوى العالمي جاء ذلك خلال تفاقوده المنطقة الاستثمارية بيراميتز لتنمية الصناعات المناطق الصناعية وزيادة عدد من المصانع المنطقة الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وخلال الجولة جدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك دعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في مختلف عمليات التنمية